كانت تعاون التجاري ومكافحة الإرهاب على رأس جدول أعمال الاجتماع بين رئيس الصيني شيجيبين والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني وعرب كل من الرئيسين عن استعدادهما لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية في إطار مبادرة الحزام والطريق وهنأ شيجيبين أفغانستان بمناسبة حلول الذكر المئوية لاستقلالها مؤكدا أن الصين تدعم عملية السلام في أفغانستان وتعهدت الدولتان بزيادة قدرتهم على مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الإقليمي التقى الرئيس شيجيبين بنظيره الكزاخي قاسم جومارتو كاييف وأقال الزعيمان إن العلاقات الثنائية شهدت تطورا ملحوظا على مدار الأعوام السبع والعشرين الماضية كما دعا شيء إلى تعميق المؤامة بين مبادرة الحزام والطريق وسياسة الطريق المشرق الاقتصادية الكزاخية قائلا إنه يتعين على البلدين دفع التجارة والاستثمار وتعزيز تعاون في مجال الطاقة الإنتاجية والزراع والتكنولوجيا والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية وخلال اجتماعي مع رئيس الوزراء الهندي نارين درامودي قال الرئيس شيجيبين إن بيكين مستعدا للانضمام إلى نيو ديلهي لتعزيز الشراكة الثنائية كما حفى شيء الدولتين على تعزيز ثقة المتبادلة حول قضية الحدود وتعزيز التواصل الإقليمي بما في ذلك بناء الممر الاقتصادية بين بينجلدش والصين والهند ومينمار وقد اتفق القائدان على استكشاف قطاعات جديدة للتعاون والتعامل مع خلافاتهما بشكل صحيح